يعني عن جد أنسي عجبتك؟ أنا بهيك موضوع ما بحب جاملي تعرفي ليش؟ لأنه بالمستقبل بجوز تكتشفي عكس هالشي فبكون أنا ظلمتك وما ساعدتك ما قلت لك إنه الأنسي إحنا الوحيدة لي ما ممكن جاملك؟ يعني عن جد أنسي القصة حلوة؟ هي حلوة بس أنا في عندي هيك بعض الملاحظات بتمنى إنك تتلافيها بالقصة الشائعة إيه أنسي أنا عم أسمع بناتنا حماني أنا شوي كإنما هي نحفان ثالث شي جرام طعم من بي لكنتو من تبهين إنه نضارت خلفاني عدوانيته وسألتهم نكشاته ونعراته لبنات عن رايحة وجاية من بلا مبارح كتت ماشي أنا وياها بالباحة أم شافت قلبك صف عشر عم تبكي هجمت عليها هديك نقطعت النولي جت نضار جمعت محرمة ومستحفة دموعة أنا فلجت فلت نضار شو الحنية اللي هبت عليكي فجأة حملت حالة ما سمعت شي ومشيت لأ فلن عن جت خلفاني عدوانيته أم شو نضبوط وبنت الحادي عشر اللي سفقتها مبارح كف قدام البوفين وبنت العاجر اللي سحبنا لشعراتها من ايديني ضال بالزور قال شو؟ بس لأنه تنقلست على مش شيتها إن إحنا ما قلنا نقول البنت صارت منات بس نضال متحسنة ومتغيرة حلق لي إحنا خلاص ما منخبطها ولبطها عطلعها وننازلة أهلين وسهلين بأبو النضل دورت شو الترتيب صدايا؟ بنات غيروا الموضوع وليش لي غيروا الموضوع؟ عم نحكي موضوع بنات تافا إنما من نزعجق فيهم ايوه ومين قال لي كنيانا بدايق من النكشة؟ حبيبي طول بالك ليش بدايق؟ لك يا بعاتلكون حما أنتو البنات شو سخيفات عن جد ما وخا عني ضل ما يحكي معكم تعا أبو النضل تعا تعا تبور قلبي هذا يا سيدي لك ليش عم يتضحكوا؟ لك رايب تكون رازان عم تحكي لها شي نكتب سخيفة من كتا رايح شف لك أنا شو الموضوع اي انا رايح معي لك شو بدك بها الموضوع؟ يعني ضال قصص سخيفة بشوفوا بجي بحكي لك بعد تماح؟ اي 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 شوفي ياسمين قبل ما نبدأ بأي نظام رزائي تجي منك توقفي على المراية وتقولي أنا حلوة وبحب حالي بس كمان بحب كون أحلى وبعدين هالكليات الزايدة اللي مكومي هون هون بدي دوبة لحتى رايح قلبي وعضلاتي كيف بدك يعني يحب حالي وأنا بها الموضوع؟ اللي حتى تغيري هالموضوع لازم تحبي حالي وبعدين منبدأ بالنظام الغزائي وبطل أكل نبطل أكل غلط بس نخفف أكل صح يلا يا عمالة عمالة بسوينة نبخة مين قصديك حبيبتي؟ قصدي ياسمينة التخينة على علم القصة مو بالشكل هافي بنات كتير حلوية من برا بس نجوها فاضين حبيبتي أنا اللي بعرفه انه ما بتقول معنا يقول عنه حسرهم لفها شوفت حالك تحترك لا 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 دك تبهي معي كتير من مين شوفت الحال لما بتكون بمحلة يصير اسم ثقة بالنفس أيوة على الحالة رفعتكم يا ثمينة الثمينة ما عندها جنة ثقة بخالها هي بس عالقليلة شاطرة ايه ايه تروح تنقع شطارتها بمي وتشربها امشي غادا ولي ما أغلط زيك ولي ما أغلط زيك ما أقول يا بنات قديش عنا نفسيات مريضة هالمدوسة بس نبذلها لزمكك ما فيه ولا لا هتشوفي حبيبتي بدي منك تخفي في الأكل وما تحلمي جسمك من أي شي متعود عليه لأنه بمجرد ما نوقف الرجيم رح نلاقي حالة هجمنا على الأكل هجوم وحشي وهالكريات اللي نزلناها بأسبوع رح نرجع بيوم اتأكدي تمام اللي بينزل بسرعة بيطلع بسرعة بس أنا بدي إنحاف أنسة طقيت من شكلي ايه خطوة خطوة بديت تخفي في فطورك وغداكي متل ما اتفقنا طبعا أنسة طيب وقت بتجوعي شو عم تعملي؟ يعني عم بلته بأي شي مشان انسى الأكل طيب يا اسمي فيه نادي رياضي قريب من بيتكم؟ ايه فيه بأول الشارع إلا كان من بكرة بتروحي بتسجلي فيه وبتلعبي رياضة وبدي منك كل يوم تمشي نص ساعة ساعة لأنه الرجيم بدون رياضة بيرخي العضلات وبشوهي الجسم بس يا أنسة أنا المشي بتعبني بيضيق لي نفسي طبعا لأنه هالدهون المتراكمة فوق قلبي عم تتعبو وتضغط عليه بالأول رح تلاقي شوية صعوبة بس شوي شوي ومع الإرادة رح تشوفي نتائج بتطير العالم مجانا الله ما بقدر يا بنتي ما بقدير الله يخليك يا آخر مر لابس اليوم بربع اللي عليك يا عم انيك ما بقدير بسكي خمسين ليرة مية شو في خمسة وسبعين ليرة ولا قرش الزي عدي وين بديك تروحين عزمني خطيبة على موزة يلا بيها البرت الزمهريري شو بنتايف حاتي الخمسة وسبعين ليرة لا خلاص لك حبيبتي ويش امتعبتك رح أطالعك من باب الإدارة بس كتي هيا انت متأكدة بالحكي؟ طبعا متأكدة شفت بعيوني هادون يلي بديها كدر الدود وهي عم التنط من فوق الصور عشاركي العمالة الجيل؟ شو هادا؟ شو هالقلت أدب؟ هيك وستمعون يعني؟ الجيل بيخوف أنسي طيب روحي انتي يا مساعدة وأنا بكرة بعرف شغلي معها مشي شو ها؟ شو ها؟ يخرب بيتهم؟ يخرب بيتهم شو ها؟ شو ساعدت أنا غريبة؟ تسمعيون عم يضحكو؟ طبعا أنا غريبة قالوا الضحف بلي سبب قلني الأذب انتي ما بتقسي اللي لأمي لقبات ما بتحكوا قولوا من الشديد الاوي وبلك وقتك هنحصل هالشديد الاوي قولتك نازان انت اجاتي طبيعية يا بنات! يا ناس! يا عالم! نازان اجت طبيعية! يوقي! ذيك انا منت اكديني وقت فرطن هوم ما حداش احتمي يعني كيف دريت القدارة بس تطبيعتها يا اخسارت لخمسة وسبعين ليرة يا ام زفت ما أقول تكون هي اللي خبرته نكية ما في غيرها بتاخد نوم تفسد من هون مزيعة إذا ما بدي حرمك ياها عادة لفسادة ما بيكون اسمي ريمة أنا فرجيكي أنت تانية بتعرفيه أنه هي عميلة للإدارة وقدم شو هم بتقليه لأ بدي أطلع بلي بمصر لازمي شو بيعرفني لقد قرر بدي أعزمني على بوصر شو بقل له روئي أمري روئي كسبت لي روئي نكسبت لي روئي لك ومهل عصيم لو ما تشوفها لإسم عبدالله قدر لأ برات المدرسة أبو مصر تحمدي ربك ضولي بالك علي ضولي بالك علي والله إذا ما أفرجيكي بنا حدا بيعرفيش مرح يوم غايبة مجوز مريضة هلأ كمان سألت عن إختا فرح كمان هي غايدة أريد تكون ملت المزيونة أريد تربت ما أقولتكم حبيبت؟ أنا راح يمكنش طيب أنسة 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 بس صر لمدة أخذ أمو من الأن لم تجلبونا أنسة تفلسة في بدالة هاي با كالوريا ملعبية أنسة مدرسة ابن خالسي صاروا خلصين المنهاج كله ونحن الهلأ ما نخلصين نص كتاب يعني كيفنا نقدم خوصات بكتاب والله بكرة إذا رسبنا بيقولوا الحق علينا خلاص خلاص أنا راح أحكي مع المديرة وحللكم المشكلة شكرا شكرا تقبري ألبي تقبري ألبي على هجل تقول الله أحلى من أمي أعني جاد أحلى من أمي شو بتكون بالحكي يا صبايا كفو الآن سحنا كفو صرت باعتها مية كتاب على المديرية مشان يبعطوا لنا أنسة فلسفة عواض لأنسة بسا بس ما حدا يريد علينا يعني معقولة أنسة تأخذ إجازة أمومة والمديرية ما تبعت بديل عنها طيب على الطالبات كيف بدان يلاحقوا المنهاش يدرسوها لحانهم ما بدأ زكا يا أنسة موني هاي مادة فلسفة إذا الطالبات ما فهموها واستوعبوها تمام مستحيل يقدروا يقدموا كلمة واحدة بالامتحان بس عم تقولك الأنسة نعمات أنه بعدت كذا كتاب للمديرية وما بعثوا البديل شو تعمل يعني تعطيهم هي الفلسفة أنا رح أتصرف فكرة حالة بتخاف على البنات أكتر من نهم ايه ما عا حق الأنسة حانا فعلا المديرية تأخرت بإفادة البديل شو في هاي سلح تخلص طيب شو بيدنا نحنا نعمل يعني نقص حانا مصين نقص لفلسفين مصير رب الجيل بس دي لبارة تنشوفي بالكتارة عن أدروسي لا تنسينا وحنا السنة لكله نيش بقدر أصلا أهلي عامين بأي صعب لك معنين يتنفس بحجر قد بكله طبي حد حقهم خفوا عليكي محتمل فيك أنا بقدر أنزم وقتي بين الدراسة والكتابة المشكلة الأهل هم ما بيحسوا واحد ما هي مشكلتي الكبيرة المشكلة أنه إحنا ما نلحق منهجه منهجه نقدر نخلصه هلا منهجه نحنا منهجه نعيده كما يصدقوني الأسازة والدورات الحاطيلي إياها أهلي مكرهيني حياتي بتصدي أنه صارلي سنتين عام أدرس بكالوريا من لما نجحت بصف الحادي عشر والتحدي للبكالوريا بدأ أول شي حطوني بمدرسة سيفية وكان فيه وظايف وحفظوا مذاكرة وبعدين حطوني بدورات تقوية وهلا إستاذ فايت إستاذ طالع أليالك حتى بسحل لغات الإهتمام ويكون مدائي